نتوسع في الحديث أكثر مع ضيفنا ينضم إلينا الآن من بغداد الكاتب والبحث السياسي زياد العرار سيد زياد أهلا بك معنا إذن انتهت قمة بغداد للتعاون والشراكة كيف قرأت سير هذه القمة مخرجات هذه القمة وما تمثله من أهمية بالنسبة للعراق تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام أبدأ من الشعور العام في الأوساط العراقية ارتياح كبير لدى الجمهور العراقي أنه تعقد هذه القمة بهذا الحضور العالي المستوى إقليميا ودوليا تحديدا الحضور العربي كان ملفت للنظر وجيد الحقيقة المخرجات والمعطيات التي خرجت بها هذه القمة أن العراق عائد بشكل فعلي على الأرض مع الواقع في العمل ليكون جزءا من الحراك الإقليمي والدولي في عملية الاستقرار استقرار المنطقة التي لم تستقر منذ حوالي خمسة عقود هذا في الجانب العام في الجانب الاقتصادي العراق بحاجة إلى كل التعاون العربي والإقليمي والدولي العراق بهذه القمة أعلن استعداده لاستقبال كل الشركات وكل المستثمرين وكل الراغبين بالعمل في العراق العراق بهذا المؤتمر وضع نفسه في موقع صحيح من الأخوة العرب ومن الجار الجيران ومن المجتمع الدولي العراق في هذا المؤتمر فتح أبوابه وأذرعه لاستقبال كل المستثمرين ولإقامة علاقات جديدة على أساس احترام سيادة العراق هذا المؤتمر نجح في كل المقاييس السياسية والاقتصادية والأمنية ونجح هذا المؤتمر في إيصار رسالة أننا لم نعد نسمح ما هي رسالة؟ أكمل الفكرة سيد زياد أفهم؟ لو تكمل الفكرة ما هي الرسالة؟ نعم وصل برسالة مهمة أننا وصلنا إلى مرحلة لن نسمح بعد الآن بأن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات ولن نسمح بالتدخل ونطالب الجميع باحترام أراضي العراق وسيادة العراق وفي هذه رسالة إلى طرف أو طرفين محددين من جيران العراق وأتحدث بكل صراحة عن تركيا وإيران لأن العراق يعاني من الجارتين المتلاسقتين لنا بحدود كبيرة من مشاكل عدة تبتدأ بالمياه وتنتهي بالاقتصاد والتدخل في الشؤون الداخلية بذلك هذه القمة نجحت ونجحت الحكومة العراقية ونجح السيد الكاظمي بأن يترجم كل ما كان يريده الشعب العراقي منذ 18 عاما بهذه القمة ويقول بكل صراحة نريد أن نبدأ صفحة جديدة مع الجميع طيب هي ربما رسالة سيد زياد ولكن يجب أن تطبق الرسالة والأفعال على أرض الواقع فيما بعد هذا من جهة من جهة أخرى كيف يمكن أن نتوقع رغم نجاح هذه القمة كما تقول ولكن انعكاس هذه القمة على المدى البعيد وربما القريب لحد ما على الداخل العراقي سؤال جميل على الداخل العراقي لدينا في هذه الفترة عقد مؤتمران مؤتمر للحوار ومؤتمر للقوى السياسية الداخلية في العراق وجاءت هذه القمة التي تعزز ما جرى الاتفاق عليه أو الاتفاق على التعامل به القوى السياسية الآن في العراق تسير باتجاه إجراء الانتخابات الانتخابات التي وضعت الكثير من القوى السياسية معطيات مقدمة لها يعني قبل أن تجرى الانتخابات هناك اتفاق مبدئي على شكل الحكومة المقبلة إذن هناك معطيات إيجابية الخلاف السياسي موجود والخلاف السياسي كبير التدخل الخارجي ينعكس على الأداء السياسي في العراق هذا مفروغ من عنده يعني نحن مقتنعين بهذا الأمر لكن المعطيات تقول بأننا نسير باتجاه دعم الدولة الكاظمي وحكومة الكاظمي طيلة الأشهر الماضية كانت تخطط لهذه المؤتمرات ونجحت في التخطيط وفي التنفيذ وهذه رسالة مثل ما هي للخارج للداخل العراقي بأنه يجب أن يكون هناك انتباه لعملية تطبيق الدستور العراقي وعملية تصحيح حتى الدستور وهذا ما اتفق عليه الغرماء السياسيين في مباحثات سرية جرت في العراق في الأيام الماضية أغلب الكتل السياسية وقعت على هذا الاتفاق إذن هناك من عطافة ومخرجات على الجانب الداخلي نأمل أن تكون بمستوى الحدث الذي سيحصل في العراق وهو الانتخابات المقبلة وأنا أتصور بأن الانتخابات ستكون مفرق ونقطة تحول مع التحول الدولي الذي أحدثه هذا المؤتمر وبالحديث عن الأحداث زيد زياد وعن الدول كما تتحدث دعني تطرق معك أيضا إلى زيارة الرئيس الفرنسي وأيضا دور فرنسا هنا ومشاركة الرئيس الفرنسي في هذه القمة حديث عن تقديمه كل الدعم للعراق وزيارته مستمرة الآن أربيل والموصل قبل حوالي خمسة أشهر ومن سكاي نيوز الموقرة قلت بأن فرنسا تسعى لأن يكون لها دور جديد في العراق وهناك على ما يبدو اتفاقيات سرية واتفاقيات شبه علنية ما بين الأطراف الثلاثة أنا أقول لحضرتك أمريكا وبريطانيا وفرنسا أعطي الضوء الأخضر من المجتمع الدولي أو على الأقل من واشنطن وبريطانيا بأن يكون لفرنسا دور في العراق جديد ولذلك تحاول فرنسا الزيارة السابقة للرئيس الفرنسي والزيارة الحالية والجولة من بغداد إلى أربيل إلى الموصل يريد أن يدعم العلاقات لأن فرنسا تريد أن تبني علاقات جديدة لها في العراق أن يكون لها دور وهناك محاور إقليمية لفرنسا علاقات معها قد تنعكس هذه العلاقات مع المحاور الإقليمية على الشأن العراقي لتجد نفسها مكان في الاستثمار والعراق بيئة خصبة ومكان واسع للعمل المستقبلي العراق بحاجة إلى شركات عملاقة في كل المجال وفرنسا تسعى لذلك لذلك تحاول أن توطد العلاقة مع الجانب العراقي وطبعا العراق يرحب بفرنسا وغير فرنسا وفق مصلحته ووفق ما يحتاجه في المستقبل القريب شكرا لك سيد زيادة العرار الكاتب البحث السياسي كنت معنا من بغداد اشتركوا في القناة